يعني المسلمون ظلوا دولة واحدة وأمة واحدة حتى يعني الربع الأول من القرن العشرين سنة 1924 حينما أعلن كمال أتاترك إلغاء الخلافة الإسلامية وانتهت قضية الدولة الإسلامية الواحدة كان هناك في عصر رسول دولة واحدة في عصر الخلفاء الراشدين في عصر بني أمية في عصر بني العباس في عصر بني عثمان دولة واحدة تحكم المسلمين ثم كاد الكائدون حتى هدمت هذه القلعة الإسلامية هتكت هذه المضلة التي تظل المسلمين تحت وحدتها وأصبح المسلمون دولا أو دبيلات وأمما أو أميمات في عالم يسعى إلى التكتل فرقوا المسلمين وحتى بعد أن تغير وضع العالم وأصبح هناك الآن نداء للناس كلها أن تتكتل في اتحادات كبرى نحن الآن في شوف الصين 1300 مليون يعني تقارب عدد المسلمين في العالم الهند بدأت في المليار الثاني من عدة سنين في كتل كبرى وعندين اتحاد الأوروبي الأوروبا التي حارب بعضها بعضا رأت أن من مصلحتها أن تتداوز هذا وأن تطوئ صفحة الماضي نحن لسنا بقايا الأمس وإنما نحن أبناء اليوم من مصلحتنا أن نتحد وظلت تحادهم يقوى يقوى لأكد يعني خلاص تذوب الحدود وعملة واحدة وبرلمان واحد يعني فالمسلمين وحدهم هم الذين ظلوا يعني مجزئين